لو بشرتك جفة وبتشدة عليك خصوصا في الشتاء يبقى اكيد الفيديو ده مهم جدا لكي تابعيني وانا في الاول برحب بيكو يا بنات وهنعمل مع بعض النهاردة غسول تحفة للبشرة الجفة لاني انا كمان بشرتي بدأت تبقى جفة خصوصا في الشتاء بتشد كده علي وبحس ان هي مأشرة ونشفة انا طبعا كنت عملت معاكم كريمات وسيروم وحاجات للبشرة الجفة وازاي نعتني بها حاجات حلوة جدا عن تجربة والله يا بنات لان انا بشرتي كده وعالجتها هسيب لكم كل الحاجات دي في صندوق الوصف اتمنى ان كنتوا تشوفوا الفيديوهات دي وتستفيدوا بيها ان شاء الله دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الغسول الكريمي الجميل جدا التحفة ده هنحتاج هنا لمعلقتين من الطحين او الدقيق زي ما احنا بنقول عليه دقيق الامح العادي هنحتاج كمان معلقة من زيت زيت الزتون وكمان هنحتاج لأهم حاجة بعد زيت الزتون والدقيق هنحتاج لعسل نحلة هنحط بس كمية قليلة جدا وهي نص معلقة صغيرة من العسل اه طبعا جميل جدا للبشرة مفيد والغسول ده ده غسول كريمي يعني احنا هنستعمله تلات مرات بس في الأسبوع مش كل يوم اه طبعا هو هيرطب معاك البشرة جدا لما تخسلي به مش هتحس ان يوشك ناشف ولا بيشد زي الغسولات التانية هتخسلي وشك بيه تفرج كده وشك بيه بس يكون الاول بيلي وشك بمية دافية وبعد كده اشتفيه بمية عادية اه وطبعا ما تنسيش اهم حاجة ان كنت تحطي التونر وده عبارة عن مية الورد طبعا انا بفضل مية الورد تكون محطوطة في باب التلاجة ليه لازم تكون المية دي سقعة علشان تقفل معانا المسام والدقيق المسام الواسع انا هنا بعد ما ضيفت الحاجة خلاص بقى عندي القوام هنا كريمي بوسوا يا بنات جيبقى هنا معلقتين دقيقة معلقة زيت الزيتون ونوس معلقة من عسل النحلو وممكن كمان تضيفي نقطتين من اي زيت عطر انت بتحبيه وانا افضل زيت الورد لانه زيت الورد معروف انه هو مفتح للبشرة مهم جدا جدا في تفتيح البشرة بس ممكن تحطي اي نوع عندك مش شرط زيت الورد يعني لو عندك نوع تاني لفندر او اي حاجة معطرة بس زيت ما نحطش حاجة فيها كحول كحول بيدمر البشرة ده قواموا يا بنات بعد ما تعمل تقدري انا بحب اعمل اه ما بحبش اعمل كمية كبيرة بعمل كمية كفيني مثلا يومين ثلاثة اه وعلى فكرة ممكن تحطيه في التلاجة بس انا بحب اعمل حاجات تبقى طوزة كده وفريش ايه اول باول اه زي ما قلت بتمنى ان كنتوا تجربوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات وما تنسوش الفيديوهات اللي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف وهي باي باي